اشتركوا في القناة وسمحت شيخ محمد حسين مفتي القدس في الديار الفلسطينية يجيبوا عن تساؤلاتكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمحت شيخ بالامس كنا وعدنا أن نتحدث عن القروض والبنوك ولكن هناك قضية ملحة أحب أن أبتدأ بها سمحت شيخ ما هي مفهوم الحرية الشخصية لأنه كثير من الناس عندما يجاهر بالإفطار أو يفطر في شهر رمضان يدخلها في باب الحرية الشخصية ما هو مفهوم الحرية الشخصية في الفكر الإسلامي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين وبعد يعني مسألة الحرية ما في شك يعني إذا أخذنا من قول سيدنا عمر رضي الله عنه كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أماتهم أحرارة ومعروف من حقوق الإنسان حرية القول وحريته الشخصية كل هذه معروف منصوص عليها بالشريعة ومنصوص عليها أيضا بالقوانين والأعراف الوضعية والدولية لكن للحرية أيضا حدود يعني لا يعني أن الحرية الشخصية أن تفعل ما بدى لك بحيث يخرج حتى ليس عن مدار الحرية فقط بمعناها الذي يفهم الناس إنما يخرج على مدار الأخلاق العامة ويصبح هذا منافي للأخلاق العامة ومنافي للعرف بنفس الشيء يعني خلينا نقول اللبس أن تلبس بنطلون أو تلبس دجداش أو تلبس عباء حرية لكن أن تلبس لكن أن تخرج في الشارع عاري يعني اليوم لو شافوا واحد فقط بالملابس الداخلية ماذا يقول الناس عنه يا رأسا يقول جن هذا الزلم مجنون وهو مش مجنون عاقل لكن حقيقة لأنه خدش العرف واعتدى على حرية الآخرين واعتدى على الآداب العامة واعتدى على السلوكيات واعتدى واعتدى رأسا ينعتو بالجنون فبالتالي يجب على الإنسان أن يراعي مع الحرية التي هو يريدها لنفسه ونحن مع الحرية صحيح لكن مع الحرية المنضبطة الحرية بقيود تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين وبالتالي لابد من مراعاة مثل هذه الأمور لو ضربنا مثال على ذلك في رمضان الناس يلتزموا الصيام فريضة عبادة هو أعلى من قضية حق هو حق وعبادة وبالتالي أنت حينما تجاهر هذه المجاهرة واللي قال عنها النبي عليه السلام أشد الناس يعني المجاهرون لماذا؟ لأن الحقيقة ينتهك الحريات وينتهك الآداب وينتهك الأخلاق وينتهك كل هذا وبالتالي مفطر هو أحد أمرين إما أن يكون مبتلى مريض وهذا صاحب عذر ولكن إذا بليتم فاستتروا وقد يكون خارج عن نطاق الالتزام الديني وهذا أيضا يجب أن يراعي شعور الآخرين وحريات الآخرين فيضب حاله في بيته نعم سمعت شيخ يعني هناك خلط ما بين قضية الحرية في الاعتقاد يعني بعض الناس يخلط في هذه القضية في الاعتقاد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكم دينكم وليدين وآيات كثيرة تتحدث عن الاعتقاد هذا لكن مش أنت مسلم وبتصير تعمل عمل ينافي الإسلام نعم هذا من حيث المبدأ في الأساس يعني كيف؟ إنسان مسيحي أنا لا ألزمه بأن يصبح مسلما لا إكراه في الدين ما بجوز لأكره ولا بجوز لأضايك لشعائره الدينية ولا لتدينه ولا لأخلاقياته الدينية هذا الحرية فيه وعدم الإلزام وعدم الإكراه لكن كمسلم مجرد أنت ما اعتنقت الإسلام فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله عليك أن تلتزم بآداب هذا الإسلام وأن تلتزم بمستلزمات هذه الشهادة يعني مش على كيف فكان والله بس قلت لا إلا الله محمد رسول الله مزاج لكن بعدين إلا لا بد أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا حج ولا بد ألتزم بأخلاق الإسلام هذا لا يسمى مسلما وبالتالي الأساس في الاختيار هذا بالأساس أنحن لا نكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولا نكرههم حتى يكونوا مسلمين لكن بطبيعة الحال المسلم يجب أن يلتزم بأحكام إسلامه المسيحي أيضا يجب أن يراعي أحكام دينه ومعتقده وبنفس الصورة يراعي أحكام ومعتقدات الآخرين يعني لا يجوز لمسلم أن يؤذي مسيحي في اعتقاده أو في عبادته بنفس الصورة لا يجوز لهذا المسيحي أنت مواطن يا أخي في حق المواطن للكل المواطن وحق المواطن حق مكفول بموجة بالدستور لكل مواطن يعني إلو الحق أن يكون في هذا الوطن إلو الحق أن يمارس كل حقوقه الدستورية والاجتماعية والأخلاقية دمن هذا القانون وبالتالي هكذا القضية يعني ما في حرية مطلقة تماما لدرجة الزندق والإلحاد وتفعل ما شئ ولا فيه برضو حرية ضاغط على الإنسان بحيث يلزم أن يغير دينه إذا كان يعتنق دين آخر نعم أنا كل إنسا نعود إلى هذه قضية مهمة جدا يعني في هذا الظرف ولكن نأخذ بعض الاتصالات معنا من عب ناصر من عبين تفضلي أختنا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شهر مبارك وكريم على الجنة على الجنة ان شاء الله تفضلي هاجم بدي أسأل الشيخ إليه تفضلي هل الزكاية أني بتجوز على مبلغ ما كمل الشي الثاني الفطرة تجوز على بالساني ما فهمت بالضبط المبلغ ما كمل الشي الثاني آآ آآ واضح السؤال مبلغ نصاب الزكاية يعني ما كمل الساني وهو ممكن أن يصاب موجود يعني إلى 2500 ولكن ما كملوا الساني إذا ما كمل ما عليه زكاية حتى يكمل السنة نعم لكن إذا بدأ النصاب ببداية السنة نصاب كامل وخلال السنة نقص هذا النصاب وجاء بآخر السنة نقص فيش زكاية لكن نقص خلال السنة ثم قبل شهر من مدة الحول جاء ما يكمل هذا النصاب أو يزيد عليه بهذه الحالة نزكي النسبة المقررة وهي 2.5% نعم بدي أعود لقضية الحريات يعني في الشريعة الإسلامية أنه النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الخلفاء الراشدين كانت من وصاياهم أنه ستجدون مثلا من يتعبدون في الصوامع صحيح وهذه في قضية الحرية الشخصية هو حر في معتقدي ولكن لا أؤذيه أنا بالضبط وهو لا يؤذيني يعني حتى نخرج من هذه نعم تماما يعني حرية العيش المشترك خلينا نقول أو حرية المواطنة المشتركة هذه يجب أن تراعى بشكل عام يعني لا يجوز لأحد ما أن يخرق النظام العام والعرف العام المتبع في هذا الوطن في هذا البلد يعني إحنا مع الاحترام الشديد حقيقة لكثير من الإخوة المسيحيين هم يراعوا حرمة شهر رمضان صدقني أكثر من فسقت بعض المسلمين للأسف الشديد حقيقة وهذا شيء مؤلم ومؤسف أنا بلاحظهم يراعوا ذلك ولذلك إذا ما حضرت معهم في مناسبة أو في قضية رمضانية كندوة علمية وكذا عقبها مثلا إفطار يجدوا يتقيد ويفطر حينما يؤذن المؤذن فيفطر معك كمسلم هذا شعور راقي حقيقة وهذا شعور فعلا بمنتهى المسؤولية وبمنتهى الإحساس بالحرية لأنه هو لا يريد أن يشعر سيجارته يؤذيك وأنت مسلم وهو يعرف أنك تصوم وتنتظر الإفطار وأنت كذلك تراعي شؤونه في قضايا عبادته أو في قضايا معتقده وبالتالي يعني نحن نجد مشتركات كثيرة أخ محمود في الديانات هناك مشتركات كثيرة خذ القيم يا سيدي القيم لا تختلف عليها الديانات فقيمة الصدق مثلا نعم قيمة قول الحق قيمة الإحسان قيمة البر كل هذه قيم نعم هذه لا تجد ديانة تختلف عن الديانة الأخرى فيها نعم يعني مشتركات إنسانية ثم العطف على الإنسان مراعاة الشعور الإنساني والكرامة الإنسانية هذه قيم وأخلاق وسلوكيات حفثت عليها كل الديانات وبالتالي هذه المشتركات أنا أعتقد من يراعي هذه المشتركات يكفيه ما يكفي لحاجة ممارسة مواطنته بالشكل الصحيح وبالحرية الشخصية اللي أصبت إليها نعم سنعود إلى القيم المشترك ناخد اتصال معنا من سلفيت تفضل محمد عليكم السلام تفضل لكم محمد يعطيك العافية الله يعطيك تفضل بدي أسأل أهل إن شاء الله تفضل زكاة المال بالنسبة للمحن والعسل كم نسبة زكاة المال على العسل وهل على النحل نفسه في زكاة مال أم لا واضح سؤالك العسل والنحل كيف زكاته وكيف يحسب نعم نعم علي زكاة النحل والعسل ما في شك على الناتج الحقيقة تحسب كما قلنا في حدود النصاب حكوا العلماء عشرة قرب أو أقل أو أكثر لكن في النهاية هي معيارها النصاب يعني إذا بلغ 653 كيلو هذا يزكى كنصاء اللي هي الخمسة أوسق وبالتالي هو خاضع لهذا النصاب إلا إذا كان مادة تجارية طبعا الأمر التجاري أمر آخر ما كان بالتجارة يحسب عروض تجارية ويزكى بنسبة 2.5% إذا بلغ نصاب المال نعم اسمح لي نخذ إما محمد من راملة تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بدي أسأل الشيخ تفضلي في عندي مصاري بجمع فيهم عشان أعمل عملية لأولادي وبلغني النصاب بدفع لهم زكا وقدمي كمان السؤال تفضلي كنت حامل وابني كان مريض ودكاتر طلبوا مني أنزل الجنين ونزلت في علي إسم إذن عندها سؤالين بالنسبة بتجمع فلوس من أجل علاج الأطفال وصلوا النصاب لكن تجمعهم بتتعالج فيهم الأولاد وصلوا النصاب تزكيوا ما دول؟ إذا بلغوا النصاب وحال عليهم الحول وهي ليست بحاجة إلهم طبعا خلال الحول لعلاج الأطفال أو غيره هي تزكين إن شاء الله ربنا ببارك في هذا المبلغ المزكى وما نقص مال من صدقة ما في شك الله يبارك بهذا المال إن شاء الله ويعينك إن شاء الله ويشفي هؤلاء الأبناء الذين يعالجون بمال حلال بمال مزكى بمال من جهدك الكريم بارك الله فيك بالنسبة لقضية الحمل إجهاض والسبب إنه كمان في مرض الأولاد إنه لا تستطيع أن تساعدهم لا هو شوف الإجهاض الأصل الأصل إذا كان هناك جنين ولو كان عمره يوم أو أسبوع ألا يجهض لأنه هذه نفس إنسانية وليس فيها ضرورات تبيح محضورات لا ضرورات أمر آخر فالأصل ألا يجهض إلا إذا كان هناك ضرورة تستدعي الإجهاض والضرورة التي تستدعي الإجهاض هي أن تكون حياة الأم في خطر نتيجة هذا الحمل ففي هذه الحالة نضحي بالحمل يعني تعارضت مصلحتان أو مفسدتان مفسدة قتل الأم أو قتل الجنين طبعاً المفسدة الأخف والأقل هي قتل الجنين استحياءاً للأم أما غير هكذا أسباب لا يصير إلا إذا في بعض الحالات إذا ثبت بالتشريح الطبي يعني والفحصات الطبية الدقيقة ومن أطباء موثوقين تماماً بأن هذا الجنين تستحيل حياته يعني هو موجود ببطن أمه ولكن تستحيل حياته ففي هذه الحالة يجهد هذا الجنين خشية طبعاً مضاعفاته وكون حياته مستحيلة وهذا لا يكون إلا بلجان طبية موثوقة ومتخصصة نعم اسمح لنا أخذ محمد من خان يونس خالقاً عليكم عليكم السلام ورحمة الله كل عامة وكفير أنت بقى الخير يا رب أسألك أو أسألك فضيلة الشيخ بخصوص المرابحة المرابحات بديت حازيثك في البداية بخصوص القروض والمرابحات فبدأ خضيلة الشيخ عن رأي الإسلام في المرابحات الإسلامية عن طريق البنوك الإسلامي نعم نعم أنا بارك الله فيه حياتك وكان هذا موضوعنا الرئيس ولكن يعني كان هناك موضوع مرحل مرابحة في البنوك الإسلامية بيع المرابحة هي البنوك الإسلامية تتعامل بشيء اسمه بيع المرابحة أو الأمر بالشراء وتقريباً المؤدى واحد ولكن يقوم بيع المرابح على قضية واضحة أن يحدد رأس مال هذه السلاة سلعة 100 ولكن أنا ببيعك إياها 110 هذا هو بيع المرابحة يعني من شروط بيع المرابحة أن يعلم المشتري رأس المال الحقيقي لهذه السلعة ومن ثم يعرف بطبيعة الحال كم هو هامش الربح الذي يريد البنك أو يريد التاجر فإذا تم بهذا الشرط سواء كان في البنك أو مع التاجر السلعة معروفة رأس المال معروف ما في غبن ولا في غش ولا في أي شيء فالبيع صحيح إن شاء الله وبيع المرابحة وأصلا كل البيع تقوم على الربح والمرابحة ولذلك من هنا جاء قضية وأحل الله البيع وحرم الربع البيع يقبل للربح والخسارة بينما عملية الربع هي ربح مضمون على طول ومن هنا حرمت البيع قابل أنت التاجر لكن قابل تربح قابل تخسر بينما الربع لا قل لك المية بدأت ترجعهم 120 على كل هذا موضوع يعني راح ناخده بالتفصيل ولكن بدي أرجع على قضية الحريات أنه في كثير من الناس يقول أنه لماذا هي الحريات عند بعض المسلمين انتقائية يعني في رمضان مثلا في الصيام يشدد لكن في الصلاة ما من حاسب حد بيصلي ما بيصلي ما أذى المصلاش في الشارع ما من حاسبه لكن على الصيام لماذا هي الانتقائية في قضية الحريات هذا من جانب جانب آخر بعض الناس يعني إذا توفي والده والدته يريد دفنه والصلاة عليه على الطريقة الإسلامية يريد إذا تزوج أو زوج ابنته أيضا في العقود الإسلامية هذه ما بفاصل فيها ولكن في الأمور الأخرى بكل حرية وانتقائية يعني نريد أن نوضح قضية الانتقائية في قضية الحرية هنا حرية وهنا لا لا هي القضية الحقيقة ما فيه انتقائية بالعبادات أو السلوك الإسلامي أو الأخلاق الإسلامية ما فيه شك أنه أنت ما دمت في ظلم الالتزام الإسلامي بالعقيدة وبالأخلاق وبالعمل أنت يجب أن تكون ضمن ما بينه الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا الشرع يعني لا عمل إلا بحكم ومعروف أن تصرفات الإنسان كل تصرف له حكم شرعي يعني ما فيه فلتان أنت بكل تصرف هناك حكم شرعي يعني هذا التصرف جائز هذا حرام هذا حلال هذا مباح هذا مندوب هذا مسكوت عنه وهكذا يعني ما فيه تصرف بدون حكم شرعي وبالتالي ما فيه قصة انتقائية لكن في رمضان واضح أنه الإنسان اللي حات صيجارته بثمه واضح أنه هو منتهي كحرمة الشهر لكن المصلي حتى لو سألته قل لك يا أخي وقت الصلاة من الظهر بأذن الساعة 12 ونص للثلاث للأربعة وربع العصر أنا بصلي يعني ما بتستطيع تسأل واحد ماشي بالشارع صليت ولا ما صليت بينما واحد مجاهر بالإفطار واضح أنه مجاهر لأنه الشارع كله ملتزم الشارع كله صايم ولذلك هو ببين نشاز هنا القصة لكن أنا لو دخلت مسجد وجدت الناس كلهم طبعا بصلوا واحد واقف بصليه هذا بلفت النظر وبسأله ليش يا أخوي أنت ما بتصليه نعم فهنا يلفت النظر ويصبح القضية مش حرية جاي أنت على الجامع والناس بصلوا فليش أنت مش مع الناس بالصلاة نعم فهنا يأتي التدخل هاي أنت مش متدخله بحريته تم متدخل لتحافظ على مسلكية عامة ولتحافظ على قيمة عامة وهي قيمة أن من دخل المسجد وقيمة الجماعة فالناس كلها تدخل في الجماعة فلماذا أنت أيها الإنسان متأخر عن هذه الجماعة هنا يأتي السؤال يثير فضول وتساؤل نعم ويثير التساؤل نعم أنت شغل عن المشموع ومن هنا أنت تتدخل يعني يغرد خارج السرب تماما يغرد خارج السرب فهي القصة يعني القضية ليست انتقائيه الصلاة والصيام ركنان عمليان الصلاة ركن عملي يومي خمس مرات وهي من أعمال البدن والصيام أيضا ركن عملي في السنة شهر رمضان مبارك وهو أيضا من أعمال البدن ولكن الصيام له مظاهر معينة بخلاف الصلاة الصلاة لا تحكم على مظهرها إلا في أماكن العبادة كالمسجد مثلا كل الناس الجايين على المسجد أنت بتشوفهم بيصلوا نعم اسمح ليأخذ اتصال من طول كريمي لمعنات فضل أبو محمد فضل السلام عليكم عليكم السلام فضل ورحمة الله يعطيكو العافية عياكم الله بدي أسأل الشيخ عن سؤال والله صلاة عندنا مشكلة عائلية وصار فيها يعني والعيابي الأخوي مديدة على أفوي صارت يعني ادخل أسوء أصلح للحال بس أنا في الحالة هاي في بينه دين أخوي يعني أني بحكيش معي على موضوع اللي صار فهذا شو حكم هاي الشيخ واضح السؤال والله نسأل الله العون والعافيات أولا أنا أقول لهذا الأخ أو لهذا الإنسان وكل إنسان ربما يكون بهذه الحالة الله قرن بر الوالدين بطاعته فقال تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِهْسَانًا والحديث اللي مروع النبي عليه السلام يا رسول الله أي ناس حقوا بصحابتي أو بصحابتي قال أمك ثم أمك ثم أبوك ثم سأل أحد الناس رسول الله سلم عن أكبر الكبائر قال أن تشرك بالله وقد خلقك قلت ثم ماذا يا رسول قال عقوق الوالدين وبالتالي الحقيقة بر الوالدين من المحاسن الكبرى التي تقود إلى الجنة وهناك باب في الجنة اسمه باب بر الوالدين والعياذ بالله عقوق الوالدين أيضا هي من الذنوب الكبيرة التي تقود الإنسان إلى الخصران في الدنيا والآخرة ولمزيد من القول نقول أن عقوبة عقوق الوالدين الله سبحانه وتعالى يعجل القصاص منها في الدنيا قبل الآخرة لذلك نقول لهذا الأخ والعياذ بالله وقع بهذا الذن أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله وأن يستعطف هذا الوالد وأن يسترضي هذا الوالد وأن يقلع تماما عن كل ما يمكن أن يؤذي هذا الوالد عسى الله سبحانه وتعالى أن يرحمه يعني نحن لا نقول أنه والله باب التوبة مغلق أمامه لا باب التوبة مفتوح كما أعلن الله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نسأل الله له ولأمثاله ولنا جميعا المغفر من الله سبحانه وتعالى ولكن هنا جميل جدا أن نحس الإخوة المشاهدين والمستمعين والمستمعات على بر الوالدين بر الوالدين يا إخوة يعني حاجة عظيمة وعظيمة جدا من شأنها أن توفق الإنسان في الدنيا والآخرة رضى الوالدين يا جماعة يقودك إلى الجنة صعد رسول الله سلم المنبر فقال آمين ثم قال آمين ثم قال آمين فحينما نزل سأل الصعب يا رسول الله سمعناك قلت آمين 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 شو القصة قال عرض لي جبريل فقال يا محمد قل آمين خاب وخسر من ذكرت عنده ولم يصلي عليك اللهم صلي على سيدنا محمد وآلي وسلم شوف يخسر وخاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت خاب وخسر آمين فأمنت على كلام جبريل وخاب وخسر من أدرك والده أو أحدهما ولم يدخله الجنة لاحظ بر الوالدين يا جماعة يدخلك الجنة ولذلك خاب وخسر من كان له والد أو والد أحياء أن يكون من طريقهما فوز بالجنة فنسأل الله العفو وهذا رمضان المبارك شهر الخير وشهر البركة ونحن الآن في الأيام العشر الأواخر من أيام العتق من النار فليحرص كل واحد منا أن يعتق رقبته من النار وكيف يمكن أن يعتق هذه الرقبة يعتقها ببر الوالدين وبر أصحابهما وبر أرحامهما ويعتق نفسه بالالتزام برمضان وعبادات رمضان وصيام رمضان وقيام رمضان ويعتق نفسه إن شاء الله كذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم سمحت شيخ فيه شق تاني في السؤال وأعتقد هو الأهم اللي بده إياه ولكن خلينا أخذ أبوائل ونرجع للسؤال معنا تسأل أبوائل فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بالله إذا سمحت في عندي ولد توجيهي بيقدم في توجيهي نعم هسه هو محوش بحدودة 12 القلب شاكل من إخوته ومن هنا ومن هنا وعنده عامل زي كشك صغير بيبيع لأخوته بيجيب مواد تمونية المهم هو بحوش من مصرفه هون ومواجه على جامع هل يجوز إنه يطلع يعني أو بحك إنه يطلع عليهم زكاة هدولا وهو طالب توجيه واضح واضح إن شاء الله تسمع لي جابي لكن بدي يعود لأخونا كان عنده سؤال هو نصطلحه حسب الوالي كله ولكن القضي إنه هو الأخ ما زال هو نفسه يعني حامل على أخوه نتيجة هذا العمل سؤاله إنه أنا الآن ما بحكي مع أخوي على أثر تلك الحادثة أنا آثم هذا السؤال لا يصلح أخوه لا يصلح أخوه يصلح معه لعله هذا الصلح يقود الأخ طبعا إلى الندم هو بالتأكيد الآن نادم لأنه يعني الخطأ بحق الأبوين مش شيء هين ولذلك يعني نحن لا نعينه على معصيته بل نعينه على الطاعة إن شاء الله فمدام اصطلح مع الوالد فليكن الصلح مع الجميع وأن تكون إن شاء الله المودة بين كل هذه الأسرة نعم نعود إلى الطالب اللي يعني بجمع كرش على كرش على حسب يسيدي هو حسب ما قال المبلغ 12 ألف حتى يعني لسه موصل نصاب لسه ما صاروا نصاب فإذا صاروا نصاب وحال عليهم الحول يعني بعد ما يصيروا 12 ألف وخمسمية حسب تقديره نحن قلنا 2500 دينار نعم وحال الحول عليهم بزكي فهو ربما عنده التوجيه الآن وعنده 12 ألف أو 10 ألف لم يصل النصاب فإذا ذهب إلى الجامعة بالتأكيد سيدفع من هذا المبلغ رسومه كذا وربما يروحهم كل المبلغ وبالتالي وما علي زكا ما دام لم يبلغ نصاب ولم يصل إلى العام يعني لم ينتهي العام عليه نعم سمحت شيخ ما بعرف يمكن معنا جزء بسيط من الوقت أريد أن نتحدث وكنا نتحدث عن حرية الشخصية كيف الإصلاح يعني إذا أردت أن أصلح إنسان كمان هذه قضية مهمة يعني أحيانا تشير في الإنسان نعم صحيح صحيح إصلاح الخطأ لابد له من قواعد شرعية تفضل سمحت شيخ يسيدي ما في شك أنه إصلاح الخطأ مهم وبالتالي إذا كان الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا هارون إلى فرعون وفرعون معروف نعم قال أنا ربكم الأعلى وقال إنه طغى ربنا وصف نعم قال اذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا نعم لعله يذكر ويخشى فما في شك طريقة مهمة جدا في قضية النصيحة وإلا بتكون فضيحة يا أخي نعم النصيحة يجب أن تكون بطريقة أخلاقية بطريقة مؤدبة بينك وبين اللي بتنصحه نعم مش بين وفي مجتمع استنى يا فلان أنا لاحط عليك كيت كيت هذا صار تشهير نعم وبالتالي أنا بأعتقد هناك أسلوب في القول أسلوب في اختيار الزمان والمكان في أسلوب الطريقة التي توصل بها أن هذه النصيحة لهذا الإنسان حتى ترده عن الخطأ أو الشيء الذي يرتكبه وبالتالي لابد في الإصلاح أن يكون بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب وفي الزمان المناسب مش والله تيجي لواحده بغلي وبفور نتيجة حادث معين تقول له يا زالة مسكت انسى مش هيك الإشي لا يا أخي هون عليك النبي عليه السلام قال إن لا تغضب حاول تجلس إذن تواقف حاول تتوضى إذن هذا فالوضوء يذهب حمأة الشيطان وحمى الغضب وكذا به طريقة معقولة حتى نصل إلى قلب هذا الإنسان أيضا ونستل هذا الحقد أو هذا الغضب أو هذه النرفة سمعت شيخ السؤال الآن بدنا نفرق بين قضية النصح الفردي يعني أنا أنصع إنسان تكون فضيحة وليس تنصيحة صحيح ولكن إذا كان هناك يعني توديه جماعي مثلا إذا كان هناك قلنا نقول مرزم في القانون أن أكون بعمل ممكن ما أستطيع أن أضبطها كقضية فضيحة مثلا كاعتقال إنسان أو أخذ إنسان لسبب أنه قتل لأنه هناك بعض الناس فهمها إنه ممكن تصلح بطريقة عفضة لا ليست هكذا قضية الصلاح والإصلاح لا هناك مجرم ارتكب جريمي فيجب أن يعتقل هذا المجرم ويحاسب على جريمتي أمام القضاء أنا باعتقل المجرم لكن مش مطلوب مني أضرب هذا المجرم ضرب مبرح أو أقتل هذا المجرم نتيجة جريمته مش حق هذا هذا حينما يصل للقضاء لكن مجرم متمرد يضرب بالقدر الذي يستجيب فيه وهذا من باب العقوبات التعزيرية ومصلحة الحكم والاهتكام وإنهاء الفلتان اللي بيحصل لأنه ما بيصير أما في النهاية هو يجب أن يصل للقضاء وأن يأخذ حقه وعقوبته بموجب القضاء لا يجوز لي أنا أن أأخذ القانون بيدي الشرطي مطلوب منه يعتقل لكن مش مطلوب منه يقاضي ولا مطلوب منه يقوم قيم الحد ولا يقيم الحكم نعم على كل إن انتهى وقت البرنامج أشكرك جزيلا شكر سماعة شيخ محمد حسين مفت القدس والديار الفلسطينية وأشكر المشاهدين الكرام على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة